أكمل باسم موصول مناسب واحد صرت في الطريق نقط حدده أبي هنكمل باسم موصول من غير اختيارات يا طرق إيه اسم الموصول المناسب عندي هنا صرت في الطريق أحسنتم الذي لأن الطريق مفرد فنستخدم معه الاسم الموصول الذي طيب تعالوا نشوف مع بعض في الجملة التانية بيقول لي إيه في الجملة التانية بيقول قرأت الكتب نقط وجدتها بالمكتبة يا طرق إيه اسم الموصول المناسب عندي هنا ممتازين قرأت الكتب التي وجدتها بالمكتبة في رقم ثلاثة ساعدت الفقراء نقط أعرفهم قالي الفقراء دي مفرد ولا مثنى ولا جمع ممتازين دي جمع وعاقل طبعا الفقراء جمع يبقى استخدم معها اسم الموصول الذين فقول ساعدت الفقراء الذين أعرفهم في رقم أربعة حضرت الأمهات نقط فزنا بجائزة الأم المثالية الأمهات جمع مؤنث إذن لما جيب اسم الموصول مناسب يا إما يكون حاجة من اتنين يا إما اللائي يا إما اللاتي اللي اتنين صح فهقول إيه حضرت الأمهات اللاتي فزنا بجائزة الأم المثالية أو اللائي فزنا بجائزة الأم المثالية اللي تنصح في رقم خمسة بيقول لي هاتان الرسامتان هما مسنة ومؤنس الرسامتان هما نقط حصلتها على الجائزة يبقى الاسم الموصول بتاعها يكون مسنة مؤنس إذن هستخدم حسنتم جميعا كلمة اللتان وتبقى الجملة هاتان الرسامتان هما اللتان حصلتها على الجائزة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن